تشهد مدينة مأربه طول أمطار غزيرة وتدفق سل الجارفة فجر اليوم أطلقت قوات الأمن والدفاع المدني تحذيرات وإنذارات للسكان والنازحين وخصوصا في المناطق الواقعة على طريق وممر السيول بمحاذاة السائلة فيما أطلقت وحدة إدارة مخيمات النازحين لداء استيغافة لإنقاذ الأسرة المنكوبة في مخيم الجفينة جراء سيول المتدفقة من ودي الخشبة تسببت بانفجار المصدات وآجر في خيام النازحين ومحاصرة آخرين داخل مساكنهم